أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب الروح من هذه الحلقة من حلقات شرح أصول الكافي الشريف ننتقل إلى باب عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه وجمع فيه بعض الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالروح وفي هذا الباب إجابة عن بعض الشبهات التي أثارتها النصارى حيث إنهم زعموا أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو ابن لله أو هو الله لأن بعضهم يقولون أنه ابن لله والبعض الآخر يقولون هو الله ظهر بهذا الشكل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا في القرآن بعض الآيات لرد هذه المزاعم والروايات تفسر هذه الآيات آدم حينما خلق الله سبحانه وتعالى نفخ الروح فيه الآية في سورة الحجر ونفخت فيه من روحي الله سبحانه وتعالى هكذا يخاطب الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي هذه النسبة ما معناها أو بالنسبة إلى عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله يقول في سورة النساء حول عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ما هو معنى روح منه هذه الأحاديث تأتي وتبين أن النسبة إلى الله يعني نسبة هذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى نسبة شريفية لا بمعنى أن هذه الروح هي جزء من الله سبحانه وتعالى عن ذلك ولا بمعنى أن الجزء من الله انفصل والعياذ بالله فحل في آدم كلا المعنى أن هذه الروح خلقها الله سبحانه وتعالى لكن شرفها وتشريفها بأن نسبها إلى نفسه كما أن الله حينما أمر إبراهيم ببناء الكعبة الكعبة أحجار وداخلها أشبح بغرفة مسقفة الله سبحانه وتعالى يعبر عن الكعبة ببيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود المسجد الحرام بيت الله كل مسجد هو بيت من بيوت الله بأي معنى أن هذه الكعبة أو المسجد الحرام أو سائر المساجد هي بيوت لله سبحانه وتعالى هذه إضافة شريفية يعني الله سبحانه وتعالى شرف هذه البقعة من الأرض بأن نسبها إلى نفسه شرف المسجد الحرام بأن نسبه إلى نفسه شرف كل مسجد بأن نسبه إلى نفسه فالمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى المسكن والسكن في ذلك تشريف هذا الروح التي في عيسى روح منه من الله الروح التي في آدم ونفخت فيه من روحي هذه إضافة تشريفية وهذه الإضافة التشريفية موجودة في مواضع أخر من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة سنشير إليها تباعا في أماكنها المناسبة فهذا الباب عقد لتفسير هذه الآيات الشريفة وقبل أن ندخل في الأحاديث ينبغي أن نبين معنى الروح والمصادق أو المعاني التي استعملت كلمة الروح في القرآن الكريم في تلك المعاني أو المصادق أولا حقيقة الروح مجهولة لنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نحن نجهل حقيقة الروح ولكن نعلم بوجود الروح عن طريق آثارها أثر الروح على الحياة يعني أنت تشوف إنسان حي هذا الإنسان مات خلال لحظة ما الذي حدث في جسمه الجسم نفس الجسم لم يتغير الجسم الحي وجسد الميت لم يتغير شيئا إنما الشيء الذي حدث أن الروح انفصلت عن هذا الجسم فتحول إلى جسد وهذا الجسد فقد آثار الحياة بحاجة إلى أن يدفن بسرعة لأنه بمجرد الموت تبدأ عملية تحلل الجسد فإذن نحن لا نعلم حقيقة الروح وإنما علمنا بوجود الروح عن طريق آثارها الذي هو الحياة طبعا هذا الأمر ليس خاصا بالروح الإنسان يجهل حقائق الأشياء حتى أعلم علماء الطبيعة والعلوم التجربية حينما تسألهم عن حقائق الأشياء يقولون لا ندري شنو حقيقة الكهرباء يقولون هذه الكترونات زين شنو هاي الكترونات يقولون لا ندري حقيقتها وإنما نحن نعلم بوجودها عن طريق آثارها حقائق الأشياء مجهولة لنا حقيقة المادة شنو هي هذا الكون كله مادي شنو حقيقة المادة شنو هي يمكن يفصل لك كيفية هذه المادة يقول المادة مكونة من مثلا أجزاء تسمى الذرة وهذه الذرة لها أجزاء الإلكترون البروترون والنيوترون ومثلا الإلكترون إذا كان واحد يكون مادة إذا كان إثنيا يكون مادة أخرى إذا ثلاثة مادة ثالثة وهكذا العناصر الموجودة في الأرض مئة وكذا عنصر اكتشف لحد الآن هذه حقيقة المادة في كل هذه العناصر واحدة الفرق في عدد الإلكترونات يعني الذهب اللي هو أفضل أنواع المادة والملح اللي هو أيضا مادة أخرى ما الفرق بينهما من حيث المادة الفرق أن الذرة في الذهب في كل ذرة مئة وكذا إلكترون أما في الملح نفس المادة بالضبط لكن في كل ذرة إلكترون واحد فهذا صار ملح ذاك صار ذهب مثلا هذا ما يقوله العلم الحديث زين شنو حقيقة هذه المادة لا ندري الآثار قد نكتشفها أما الحقائق اكتشافها جدا صعب ولذا يقول بعض علماء المنطق والكلام أنه ليس لنا هناك حد حقيقي تعريف حقيقي ما عندنا اللي يبين الماهية للشيء بالدقة هناك ألفاظ تستعمل هذه الألفاظ تشير إلى الحقائق بدون اكتشاف تلك الحقيقة على كل حال الروح غير مستثنى من هذه الحالة بل لعل معلومات الإنسان عن الروح أقل من بقية الأشياء هذا أولا ثانيا بالنسبة إلى الروح الروح أيضا جسم مادي لكن جسم مادي رقيق لأن المادة على أنواع عندنا مادة كثيفة هذه المادة الكثيفة مثل التراب الذهب سائر أنواع الفلزات هذه المواد المختلفة التي نراها هناك مادة شوية فيها لطافة مثل الغازات الغازات مادة لطيفة جسم لطيف لذلك الغاز قد لا يرى عادة خفيف يكون متحرك يكون وهناك مادة ألطف من هذا مثل الملائكة الملائكة أجسام يعني خلقوا من المادة لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق من الماديات غير الروحانيات الماء وكان عرشه على الماء كما ذكرنا في الحلقة الماضية هذا الماء الله سبحانه وتعالى خلق منها السماوات والأرض والملائكة والإنسان وما إلى ذلك فكل هذا الوجود مادي وأما من يقول بأن الروح مجرد عن المادة فهذا كلام لا دليل عليه والأدلة التي أقيمت عليها أدلة خطابية لا تفي بالمقصود بل الروايات تدل على عكس هذا المطلب مثلا في كتاب الاحتجاج هناك رواية عن الإمام الصادق الإمام يعبر عن الروح بأنها جسم رقيق فهي جسم يعني مادة لكنه رقيق لطيف زين إحنا حواس لإدراك هذا الجسم اللطيف ما عدنا لأن حواسنا خمس هذه الحواس الخمس تدرك بعض الماديات والبعض الآخر من الماديات لا تدركه حتى بالنسبة للأمور العادية العلم الحديث أثبت أنه الأصوات اللي إحنا نسمعها هذه أمواج هذه الأمواج درجات لعله يعبر عنه بالسيبل من عشرة آلاف إذا طول الموجة إلى أظن ثمانين ألف إذا صوت موجات أكثر من ثمانين ألف بنسمعه إذا أقل من عشرة آلاف لا نسمعه هو صوت موجود الموجة موجودة لكن نحن لا نسمعه ليش لأن السامع عندنا محدود بحدود بعض الحيوانات تسمع ذلك وكذلك بالنسبة إلى الروائح الإنسان الأشياء التي نراها نحن نرى أشياء خاصة غير تلك الأشياء لا نراها لأنه لأبصارنا حدود لكن أنت إذا جبت الميكروسكوب قد ترى أشياء في الحالة العادية لم تكن تراها لأن هذه الآلة تكبر لك فترى وجودات لم تكن تراها في الحالة العادية زين حواسنا إحنا محدودة حتى بالنسبة إلى الأشياء المادية التي نعاشرها فهناك توجد أشياء مادية ليست لنا أدوات إدراكها مثل الملائكة الملائكة بوجودات مادية جسمها لطيف ليست مجرد عن المادة لذا بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى إذا يريد تتحول إلى جسم كثيف مثل هاروت وماروت هاروت وماروت ملكان لكن نزل على الأرض بصورة بشر أو في بعض الروايات أن جبرايل عليه السلام تصور بشكل دحيا الكلبي وهو من الرجال كان بهذه الصورة وبهذا القالب جاء والتقى بالرسول صلى الله عليه وآله ورآه المسلمون فإذن الروح جسم رقيق جسم لطيف نحن ليس لنا وسيلة وآدات لإدراك هذا الروح ولكن عن طريق الأثر وهو الحياة نكتشف وجود الروح لذلك الإنسان حينما يموت الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة إدراكية أكثر من الإنسان الحي أو هي قوة موجودة لكن عليها غطاء فبالموت هذا الغطاء يرفع لذلك الإنسان في ساعة الاحتضار ولحظة الموت وبعد الموت يرى الملائكة يرى ملك الموت في الروايات المستفيضة يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يحضران على الإنسان سواء مؤمن أو منافق فإذا كان مؤمنا بشراه بالجنة وإذا كان منافقا بشراه بالنار فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فإذن البحث الثاني الروح جسم رقيق لطيف كما في الروايات لكن لا يمكن لنا أن ندركه ونحن أحياء إلا عن طريق الأثر هذا الروح يرتبط بالجسم وقد ينفصل انفصال الروح عن الجسم قد يكون انفصالا جزئيا هذه حالة النوم انفصال جزئي لكن الرابط بين الروح والجسم موجود وإذا انفصال كل فهو الموت في سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفاها سواء مباشرة أو بأن يأمر ملك الموت أو أعوان ملك الموت بقبض هذه الروح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أنت عندما نائم روحك تنفصل لكن انفصال جزئي هذه الرؤية التي الإنسان يشوفها الطيف الذي يشوف شنو هو حسب ما يظهر من الروايات أن روح الإنسان حينما تنفصل بشكل جزئي هذه الروح تسعت إلى السماوات قد ترى حقائق الأشياء وقد يمثل لها بعض الشياطين صور مكذوبة لذلك الطيف الذي يشوفه قد يكون رؤية صادقة وقد يكون أضغاث أحلام يعني الشياطين يجون يمثلون صور مكذوبة فالإنسان يراها بشكل رؤية بشكل طيف أو بالتعبير القرآني حلم لأن الرؤية إذا كانت صادقة في القرآن يعبر عنها بالرؤية وإذا كانت غير صادقة يعبر عنها بالحلم أضغاث أضغاث أحلام فنحن حينما ننام هذه الروح قد ترى حقائق وقد ترى صور مثلها الشياطين تكون رؤية كاذبة إشلون نميز بين الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة ما عندنا طريق لذلك الرؤية عندنا مو حجة والروايات والأدلة وفتاوى الفقهات التي على ذلك الرؤية ليست بحجليش لأنه ما كو طريق للتمييز بين الرؤية الصادقة عن الرؤية الكاذبة هذه من جهة من جهة أخرى أن الرؤية فيها شفرات التفسير الصحيح لهذه الشفرات حتى الرؤية الصادقة يحتاج إلى من وهبه الله علم تفسير الرؤية أنت ما تدري أن هذه الرؤية الصادقة اللي شفتها هذه شفرة تشير إلى شنو فلذلك رؤيانا مو حجة أما المعصومون عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء والأئمة هؤلاء لا يتمكن الشيطان من أن يصور لهم صور مكذوبة ليس له سلطة عليهم ولذلك كل ما يرونه هي رؤية صادقة ولذلك كانت رؤية الأنبياء حجة رؤية إبراهيم حجة ليش؟ لأنها رؤية صادقة مية بالمية لا يوجد احتمال لكونها أضغاث أحلام لأن الشيطان ليس له سلطة رسول الله صلى الله عليه وآله رؤية صادقة وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن لأنه 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 رأى رأى رؤية قرد ينزون على منبره فساءه ذلك وتفسيرها أنه سلطة وسيطرت بني أمية على رقاب المسلمين ألف شهر سيطروا على المسلمين فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي رسوله فأنزل سورة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر حكم فيها بني أمية على كل حال فإذن الروح في حال المنام تنفصل انفصال جزئي فإذا شاء الله يصير انفصال كلي يموت هذا النائم يموت وإذا شاء الله سبحانه وتعالى ترجع الروح إلى البدن فالإنسان يفيق من منامه بعد ذلك نأتي إلى البحث الثالث وهو أن الروح في القرآن الكريم استعملت باستعمالات متعددة منها هذه الروح البشرية للإنسان الحي له هذه الروح وحين الموت تنفصل هذه الروح عن الإنسان كما في هذه الآية التي هي في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة هذا المعنى الأول الاستعمال الآخر للروح من أسامي جبرائيل الروح كما في قضية مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية في الروايات بين أن هذه الروح هي جبرائيل عليه السلام المعنى الثالث للروح أو الاستعمال الثالث للروح موجود يختلف عن الملك هو ليس ملك أعظم من الملائكة وفي بعض الروايات يستفاد منها أنه هو ملك لكن هو من أعظم الملائكة كما في هذه الآية تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أو في سورة القادر تنزل الملائكة والروح اللي حسب بعض الروايات هذه الروح أعظم من الملائكة إما هي ملك وأعظم من بقية الملائكة أو لا من صنف آخر وهي أعظم من الملائكة هذا الاستعمال الثالث للروح وهناك في القرآن ثلاثة استعمالات أخرى للروح باستعمال مجازي استعملت في الإيمان واستعمل في الوحي واستعمل في القرآن القرآن روح الوحي روح الإيمان روح لماذا؟ لأن حياة الإنسان المعنوية بالإيمان بالواحي بالقرآن ولذلك كما أن الحياة المادية بالروح فإن الحياة المعنوية بالإيمان وبالوحي وبالقرآن لذلك أطلق على هذه الثلاثة الروح أيضا مثلا في سورة المجادلة الله يعبر عن الإيمان بالروح وأيدهم بروح منه الله سبحانه وتعالى أيد المؤمنين بروح منه شنو هذا الروح؟ التفاسير الروايات دلت على أن هذه الروح هي الإيمان أو مثلا في سورة غافر الله سبحانه وتعالى يقول ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يعني الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الأنبياء من شاء من عباده يلقي الروح يعني الوحي لأن الحياة المعنوية بهذا الوحي الذي أرسله الله أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض وكذلك بالنسبة إلى القرآن مثلا في سورة الزخرف الله سبحانه وتعالى يقول وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أمرنا أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وآله روحا هذا الروح شنو هو القرآن يعني أوحينا القرآن إليك عبر عنه بالروح لأن فيه حياة الأمة وحياة الناس يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الناس كجسد ميت القرآن الإيمان كالروح في هذا الجسد القرآن نظام الحياة والعالم بلا نظام صحيح كالميت فهذه أيضا استعمالات ثلاثة في القرآن الكريم بالنسبة إلى كلمة الروح وهي استعمالات مجازية فإذن هذه بحوث مختصرة حول الروح ما هي حقيقة الروح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن في بعض الروايات بين أن هذه الروح جسم لطيف رقيق ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحاديث هذا الباب اللي هو باب الروح هنا مؤمن الطاق يسأل أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الروح التي في آدم في قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي شنو هاي الروح؟ نفخت فيه من روحي ذلك الزمان زمان الإمام الصادق فما بعد كان زمان توسع الفتوحات الإسلامية إلى أبعد الحدود والتقاء المسلمين بحضارات أخرى تلك الحضارات كانت لها علماؤها ولها أفكارها ولها أديانها ولها أدلتها فهذه الحضارات كانت تلقي شبهات إلها معتقدات المسلمون يستمعون لأول مرة إلى معتقدات هذه تخالف القرآن تخالف السنة تخالف معتقداتهم بعد ذلك الحكام الظلم الجائرين من باب فرق تسد من باب تقريب وعاض الصلاطين أدخلوا كثير من هذه المعتقدات الفاسدة في عقائد المسلمين عن طريق علماء السوء والأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا صمام الأمان ضمانة لبقاء الدين الحق كما ذكرنا في الحلقات الماضية فلذلك كان يفزع أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى الأئمة لكي يعرفوا جواب هذه الشبهات ولكي يعرفوا التفسير الصحيح للقرآن الكريم المحكم من المتشابه العام من الخاص المجمل من المبين الناسخ من المنسوخ وما إلى ذلك فهنا المؤمن الطاق يأتي ويسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فإذا سويته ونفخته فيه من روحي شنو هاي الروح بعض العقائد الفاسدة تعتقد بأنها روح إلهية حقيقية يعني هي قسم من الله انفصل والعياذ بالله مما يقولون وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أو أن الله سبحانه وتعالى هو حل في جسم عيسى والعياذ بالله أو هو الله شكل نفسه بهذا الشكل بشكل عيسى مثلا وكل هذه عقائد سخيفة باطلة لكن بعض أصحاب الأهواء الباطلة كانوا يحاولون أن يحرفوا معنى الآيات ألفاظ الآيات لم يتمكنوا من تحريفها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له أحافظون لكن حاولوا بعد فشلهم في تحريف ألفاظ الآيات حاولوا تحريف المعنى يفسر الآية بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي طبعا قصة آدم قصة بفصلة مذكورة في التفاصير في سورة البقرة وغير سورة البقرة حينما الله سبحانه وتعالى يبين كيفية خلق آدم الله بقدرته صنع تمثالا والملائكة كانوا يمرون على هذا التمثال ويتعجبون لأي شيء نخلق شنو هذا إلى بعد أربعين سنة الله سبحانه وتعالى نفخ الروح فيه فصار بشر سوي يتحرك ثم أمر الملائكة بإن يسجدوا له في القصة المعروفة المفصلة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ماذا يقول الإمام يقول روحي ليس بمعنى أنه هذه جزء من الله أو هي الله كلا قال هذه روح مخلوقة الله خلق هذه الروح وأحيا هذا الجسد بهذه الروح فصار جسما يتحرك قال هذه روح مخلوقة بعدين الإمام عمم الكلام لأن السؤال مؤمن الطاق كان حول هذه الآية الإمام أجاب عن آية أخرى أيضا بالنسبة إلى عيسى والروح التي في عيسى مخلوقة أيضا لا توجد روح هي حقيقة روح لله سبحانه وتعالى الله ليس له روح لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب الله لا يحتاج إلى أجزاء وهو المتعالي عن كل ذلك فهذه الروح خلقها شرفها جعلها عالية فنسبها إلى نفسه وهذه تشريف لها كما ذكرنا أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة